طيب بالهدوء كده وبالراحة ونقطة نقطة انبارح هو درس مهم جداً للاعب النادي الاهلي التعادل الإيجابي 2-2 مع فيتا كلوب في مباراة ما كناش متوقعين ان احنا لطلع اتعادل كنا متوقعين بصراحة ان احنا نكسب وخصوصاً بعد ما شفنا مجريات واحداث اللقاء وتقلق الاهلي وتقلق لعب النادي الاهلي والوصول لمارما فريق فيتا كلوب بعدد وافر جداً جداً من الهجمات فالسيناريو جه بشكل معاكس تماماً تستقبل هدف فبعد كده تتقدم بهدفين وبعد كده ضرب الجزاء غير صحيحة بالمرة طبعاً طبعاً مش هنتكلم على التحكيم لكن في كل الاحوال في كل الاحوال خلينا نبقى واقعيين بخلاف ان ضربة الجزاء مش صحيحة وده امر الكل يعني كل المتطفق عليه مفوش اي مجال للحديث يعني لكن مطلوب حاجة بسيطة وقبل الطلب ده انا ما اقدرش هلوم مسيماني خالص لان الفترة اللي فاتت احنا كنا شايفين ايه بعض الاصوات اللي بتقول ان مسيماني مدير فاني على قد ومسيماني هو السبب في تدهور اداء الفرقة وكلام غير وقعي يعني في الحقيقة لان المدير فاني او حتى اللاعبين ما بيتمش تقيمهم من خلال مباراة او اتنين او تلاتة انت بتقيم وده سيستم موجود في النادي الاهلي ومتعارف عليه دايماً بتقيم من خلال فترة زمنية طويلة من خلال موسم بمعنى اصح وده الاوقع وده الافضل فالناس دي جابوا بطولات كل الكلام ده بس ده كان في الماضي خلاص احنا منتكلم في اللي جاي بقى فالمطلوب ايه من لعبة النادي الاهلي هو طالب بسيط جداً بعد الوصول بعدد كبير جداً للمرمى ومش المباراة دي بس مباراة كتير مطلوب انك يكون في حدة في انهاء الهجم حدة في انهاء الهجم لما يكون عندي فرصة خلاص فرصة مؤكدة ان هي جون بنسبة كبيرة لازم اكون انا حاد في التصويب على المرمى حاد في الزاوية اللي هشوت فيها اكون حاد فيه ان انا لازم تكون الكرة دي هدف مش معنى كده ان اي كرة او اي فرصة محققة لازم تبقى جون لا طبعاً ما فيش محدش يقدر يقول كده بس ما يكون النسب دي كلها وكل الفرص اللي جات للنادي الاهلي دي وما نجيبش منها غير هدفين فهنا علامة استفاق هنا لازم نقف لازم لعبة النادي الاهلي يكون عندهم تركيز اكبر في كيفية انهاء الهجمات هل هم لعبة قليلة لا طبعاً مش لعبة قليلة هل امكانياتهم على قدهم اطلاق عندك احسن قوام فريق في مصر وفي افريق عندك في فرق طبعاً ممتازة شوفنا برحل الوداد وشوفنا التراجي النادي الزمانك كمان عنده فرق ممتازة حتى لو خسر من التراجي لكن في كل الاحوال انت عندك المقاومات الممتازة جداً انك تخليك ان شاء الله بإذن الله تعالى تحقق البطولة تاني وتبقى المرة رقم عشر والمرة التانية على التوالي لكن مهمة اوي ان انت تكون جاد في انهاء الهجمة ما يبقاش فيه تراخي يبقى فيه تركيز بالشكل اكبر من كده لان بصراحة احنا حطينا نفسنا في موقف صعب وانا واثق في رجالة النادي الاهلي وواثق في الجهاز الفني ان زي ما حطينا نفسنا في الموقف ده احنا هنعرف نخرج نفسنا من الموقف ده وهنعرف نتأهل الادوار المقبلة من بطول الدولة الابطال الافريقية عندي ثقة كاملة وثقة تامة في الجهاز الفني واللعبين وعندهم هما اسرار كبير جداً جداً على المنافسة على البطولة بشكل قوي وانا بقول المنافسة ليه؟ لان احنا مش نلعب في بطولة سهلة او بطولة هي في المتناول في كل الاوات لا طبعاً انت دايماً تفضل المرشح الابرز والاول للوقت لكن المنافسة صعبة بكل تأكيد وفي كل الاحوال لكن احنا واثقين في اللعيبة وواثقين في الجهاز الفني ده امر مهم ومؤكد ولازم نأكد عليه احنا انا ممكن نقعد ايه؟ من دلوقتي للصبح نمسك لعيب لعيب ونتكلم وننتقد عادي جداً بس هل ده حيكون في مصرحة الاهلي؟ هل ده حيكون في مصرحة الفرقة؟ لأ طبعاً لان اللعيبة دي هي اللي بإذن الله تعالى هتصعدنا فبالتالي محتاجين مساندة محتاجين دعاً هما مبارح عمل مبراوحشة؟ لا بصراحة ما عملوش مبراوحشة لكن كان فيه عدم توفيق وما كانش فيه حظ واضح جداً للعيبة النادي الاهلي في المبراوح وده وارد في كرة القدر لكن انا كلعيب لازم اشوف ايه اللي انا ممكن اكون مؤثر فيه بالتحديد في جزئية انهاء الهجمات بصراحة عندنا مشكلة في الموضوع ده هتقول لي اصل احنا مفروض نجيب مهاجمين احنا اصل المسلماني قال قبل كده ان احنا ممكن نكون محتاجين مهاجمين ممكن الاهلي يكون محتاج مهاجمين بس هال الاهلي معندوش الاهلي عنده هتقول لي لا احنا ممكن نجيب احسن من كده؟ لا وولتر بواليا وخليني اتكلم بالاسماء واحدة واحدة كده وايه ونتكلم بالراحة وولتر بواليا مهاجم مميز مهاجم مميز هداف هداف مش موافق مع النادي الاهلي بكل تأكيد مش موافق مع النادي الاهلي حظه سيء جداً لحد لو اجاب جن واحد وكانت يعني كرة منفرد بالمرمى انبارح جات له نفس الكرة ضيحة مفيش توفيق هتيجي نقول طب احنا يا جماعة نحن من نجيب نتعقد مع لعيب اجنابي لازم نجيب لعيب على مستوى ممتازه احنا جيبنا قبل كده اظهره كان موافق في بعض الفترات وفترات اخرى ما كانش موافق قال ليه باجي نفس الحقيق عندك مرام محسن فترات كتير ما بيبقاش موافق فيها وولتر بواليا ماشي على نفس الطريق مش موافق في بعض الفترات بشكل كبير او حتى اللحظة دي هو مش موافق مع النادي الاهلي بقال له فترة قليلة مع الفريق لكن مش ده المكياس اللي اقدر من خلاله احكم على مهاجم النادي الاهلي وبالتحديد اه بتكلم على والتر بواليا لان كان فيه امال منعقد عليه بشكل كبير جدا هل الثقة في والتر بواليا خلاص فقدناه لا طبعا هل هو مهاجم مميز مهاجم عنده مقاومات جيدة جدا بتحرك كويس هيدر كويس التوفيق بس مش محال فه المطلوب مننا احنا ايه بقى مطلوب مننا ان احنا نفضل في الظهر مساندين الجاذب فني واللعيبة عشان هي دي مصلحة النادي لكن احاوض اقطع في لعيب لعيب واحاوض اتكلم على ان لأ فيه مشكلة ومرة الجاذب فني ومرة اللعيبة وكلام من ده حبق انا كده غير ايه غير منطقي انا واحد عندي هدف مش بكلم علي يعني او او بكلم على جمهور النادي النادي الهدف ايه دايما الناتجة عن نهاية الموسم هل احنا في نهاية الموسم؟ احنا مش في نهاية الموسم الفرص صعبة في التأهل الفرص صعبة ومنصة قوية جدا بصراح واحنا اللي عملنا في نفسنا كده احنا اللي عملنا في نفسنا كده ومش مبارات مبارح بس لا مبارات سنبا كمان كان ممكن لعبها افضل من كده وكان ممكن نتعادل على اقل تقدير مع سنبا لو كنا لعبنا بشكل افضل لكن ده وارد فكرة القدر ممكن ان انت تبقى موفق وتبقى في أمك وممكن يبقى العكس تمام احنا متعودين دايماً على كده في الكرة يعني لكن الأهم رغم أن ده أو دي أمور موجودة في كرة القدم الأهم أن أنا أكون عامل كل اللي علي من غير المنطقي أو غير المنطقي على الإطلاق أن أنا يكون عندي 60 انفراداً برا أو 60 كرة وما جيبش منهم غير هدفين خصوصاً المبرانتهت بالتعادل حتى لو ما فيش توفيق التوفيق أوكي ممكن ما يكونش موجود لكن أنا برضو لازم أكون حاسم في الفرص اللي بيتجيلي الحاسم المهم جداً في الأمور اللي زي دي أنا بصراحة أريد أشيط بجونير أجيه لأن أجيه عمل مباراة كبيرة وبيستمر في تقلقه رغم أن أسمعت بعض المحللين برح كلام كان غريب جداً انتقاد لأجيه مش عارف على أنها أساس أجيه عمل مباراة كبيرة جداً الشناوي فجأت فجأت يعني بأن البعض بيقول لك الهدف الأول نسبة ما للشناوي غلطان فيها طب أنا عايز أسأل سؤال وهو والله مش مجرد الدفاع وخلاص أنا دلوقتي حارس مرمو والكرة تشطت علي من جوة 18 فاللي فيدي أعمل إيه؟ إن أنا صد هل مفروض أن أنا صد ووجه الكرة في انتجاه معين؟ لا خلص خصوصاً أن الكرة متشطة بقوة من داخل 18 هلش لو ما صدش الكرة صدها؟ لكن كان فيه متابعة جيدة من اللعب فيتا كلوب اللي أحرز الهدف كان مفروض بقى يبقى فيه متابعة كمان من مدافعي النادي لكن كلها أخطاء ورد وكلها أمور بتحصل في كرة القضاء الأهم الأهم أنه لازم ما يكونش فيه فوجدان دوستقة في الجهاز الفني واللعبين ولازم يكون فيه الدعم كل الدعم للفرقة بالكامل لأن الناس دي عندهم مباراة مهمة جداً يوم 16 مع فيتا كلوب يقدروا يكسبوا هناك يقدروا يكسبوا هناك مباراة صعبة طبعاً صعبة لكن لازم نفضل وراهم للآخر ولازم نفضل من دعامهم ولازم نفضل من ساندهم عندهم الإمكانيات وجابوا وطلات يقدروا يكرروها البعض كان بيتكلم على أن حوافز اللعيبة خلصت واللعيبة خلاص حقوتوا محاطموا بالميدالية برونزية لا إطلاق وأنا بأكد لحضراتكم بعد كاس العالم اللعيبة بينهم وبين بعض وبعد تحقي الميدالية البرونزية كان عندهم أهداف كبيرة جداً أنهم يكرروا المشاركة في كاس العالم أنهم يوصلوا لي الأجواء الجميلة دي البطولة المميزة دي ونلعبوا مع المستويات العالية دي فمش عايزين ناخد الالتجاه دي أو السكة دي خالص عايزين ندعم عايزين نساند اللعيبة لسه بدري مفيش أي بطولة تحسمت إن شاء الله بإذن الله يقدروا يسعدوا بالنادي الأهلي وتأهلوا بالنادي الأهلي للأدوار المقبلة في دوري عطال أفريقيا وإن شاء الله بإذن الله نفسه على اللقب عجبني جداً تصراحات مسلماني على التحكيم من برح بعد الماضي سهل أول أي مدير يطلع يقول لك أي مدير فني يقول لك إحنا ضربة الجزاء مصحية وعنده حق مصحيح لكن قال لك أنا مش هعلق شماعة على التحكيم مش هتكلم على التحكيم خالص وهو تصريح مميز جداً وموفق جداً منه ليه بقى؟ لأن أنا فعلاً منضيع كبار كتير أنا منضيع فرص كتيرة جداً من أكتر مبارات في تاريخ الأهلي يضع فيها فرص بصراحة يعني فده كلام واقعي وكلام مناسب جداً من مدير فني مميز للنادي اللي يلقى إن شاء الله نتمنى لهم التوفيق في المرحلة اللي جاية وإن شاء الله يكونوا في الموعد في مختلف المبارات